رحيل الأسد يبدو كعنوان للسياسة الامريكية تجاه سوريا في الوقت الحالي غير أن تقريرا نشرته صحيفة وولستريت جورنال أشار لتخبط في سياسة إدارة أوباما تجاه النظام السوري قد يكون ساعد على تقويته بدلا من إضعافه فبحسب التقرير حاولت واشنطن منذ اندلاع الثورة عام 2011 الاتصال بعناصر من النظام لترتيب انقلاب من الداخل التقرير اعتمد على شهادات العديد من الدبلوماسيين العرب والامريكيين وكشف أن المخابرات الامريكية قدمت حوافز لضباط سوريين للعمل على الإطاحة بالأسد لكن هذه المحاولات فشلت وأدى ظهور تنظيم داعش بعد عامين من اندلاع الثورة إلى تحول السياسة الامريكية إلى دعم المعارضات السورية لمهاجمة داعش بدلا من النظام السوري مما أعطى الأسد فرصة أخرى ليسويق نفسه كشريك في مكافحة الإرهاب في المنطقة ويشير التقرير إلى أن العلاقة تطورت بين الطرفين إلى حد التنسيق في الطلعات الجوية التي تستهدف داعش حتى لا تتعرض للاستهداف الطائرات الامريكية في الأجواء السورية أو المعارضة السورية المدربة امريكيا لمحاربة داعش وفي 2015 زار ستيف سايمون أحد الموظفين السابقين في البيت الأبيض دمشق والتقى الأسد بترتيب من رجل الأعمال السوري خالد أحمد أوجز خلالها سايمون ما يجب على النظام السوري فعله لإظهار نواياه الحسنة أمام المجتمع الدولي وفي مقدمة ذلك وقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة وبذل المزيد من الجهد لمحاربة داعش بدلا من المعارضة السورية المسلحة والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار داخل سوريا أما في الأشهر الأخيرة فباتت جهة النظر تتباين داخل البيت الأبيض هل على الولايات المتحدة مضاعفة جهودها لإسقاط الأسد أم يعطاء الأولوية لمحاربة داعش على حساب ملاحقة النظام